فور وقوع الحادث المسؤول الأول الذي تحرك كان السيد رئيس الجمهورية يعني يمكن ما فيش بعد الخبر بدقائق كان الرئيس بيتحدث من خلال صفحته على موقع فيسبوك وحسابه الرسمي أيضا على موقع التواصل الأخرى طيب أدي أول حاجة اتنين إن الحكومة كلها راحت لموقع الحادث ثم بعد ذلك النهابة العامة بدأت تباشر دورها والنهابة العام هناك بالضبط ثم بعد ذلك شفنا صوت البرلمان مبارح بالليل بيباشر دوره الدستوري اللي احنا كلنا منتظرين منه والنهاردة صحيح والنهاردة لأن مثل هذه الحوادث بطبعها بتستدعي الغضب لأنه بيبقى حزن مغلف بالغضب وبالتالي أن يكون لمجلس إنه طلب بإضاحات ما وأن يمارس دوره في سياق المحاسبة السياسية وما إلى ذلك ده بيبقى مطلوب أن يكون للرأي العام طلبات بالإضاحة وأنهما يبعزين معلومات والكلام ده كله ده كله بيبقى معروف لكن خليني أقول لك حاجة أيضاً وده مش دفاع عن السيد وزير النقل لكن دي كلمة حق في هذا الرجل فريق كامل وزير فريق كامل وزير أولاً الفريق كامل الوزير كان أشهر وزير عند المصريين قبل ما ينضم الحكومة وشرعيته عند الشارع في مصر هي شرعية الإنجاز والإنجاز اللي اتحقق هو وأبطال الهيئة الأندسية وما زالوا حتى هذه اللحظة بصمتهم على كل شبر تعمير في مصر طيب في ناس يقول لك طيب ليه الفريق كامل وزير حقق ده في الهيئة الأندسية وليه ده احنا ما شفناهوش في منظومة النقل أو تحديداً في منظومة السكة الحديد هنا ده بيبقى قياس طبعاً مع الفريق لأن انت في الهيئة الأندسية دي منظومة منضبطة ملتزمة عندها تفاني عندها تضحية عندها هدف وطني وما إلى ذلك زي كل قطاع داخل قواتنا المسلحة منظومة السكة الحديد انت عندك بيروكراطية عندك كادر بشري تأثر بحاجات كتير بفعل الزمن محتاج تعيد بناءه من أول ومديد يبقى انت هنا في اللحظة عندك محاولات لإفشالة بزرعة يبقى من الصعب أن تنعت هذا الرجل أو يقترن اسمه بفشل أو بإهمال أو بعدم تحمل مسؤولية يعني ضمير البناء آدم نفسه يرفض نعته بمثل هذه الأوصاف ده أول حالة ثم بعد ذلك نأتي ليه؟ طيب الحادث ده حصل هنتعامل معاه إزاي؟ كويس؟ نبدأ نشوف هل الراجل ده قام بشغله من يوم ما استلم؟ ولا لا؟ إيه اللي تغير؟ يعني إيه اللي حصل؟ ولا لا؟ خلاص هتلاقي المعلومات والكلام اللي هو تضمنه حتى في حديث والنهاردة نعم كويس المراحل اللي اشتغل عليها المرحلة الأولى كانت إيه؟ كانت إعادة بناء الكادر البشري وفرض الانضباط في المنظومة نفسه كويس ثم بدأت عملية التحديث ثم الأفق الخاص بشبكات القطارات القهربائية وما إلى ذلك وكل مرحلة محددة بالزمن بتاعه نعم نعم فهنا أنت بتتكلم على سياق مختلف تماماً أنت بتتكلم على دولة عايزة تحل فعلاً المشكلة مش دولة عايزة تهدي الرأي العام فدي أول حاجة بالنسبة للقصة الخاصة بالقطار طيب تعال نروح على عمارة جسر السويس من كام شهر لما الرئيس قال إن في مخالفات البناء يتحولوا لنيابة عسكرية كويس طلعوا الإعلام المعادي والناس على السوشيال ميديا واللي جانهم وما إلى ذلك قالك إيه دا؟ يعني أنا لما أكسر حيطة في بيتي أتحول نيابة عسكرية طب قديلاً النهاردة شفنا لما حيطة تكسرت إيه اللي حصل نعم هذه بعض تاني عندنا لحد الوقت 18 على الأقل لحد الوقت بالزبط وده ياخدك برضو على زاوية أخرى اللي هي إيه فساد المحليات والمتابعة وما إلى ذلك دا غير إن هو كان المكان أصلاً متشمع كويس وتم التحيله على القصة وما إلى ذلك